السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير يا حبايب قلبي صباح السعادة وصباح النشاط وصباح الشطارة وصباح الجمال والدلال والحلوة والملوة يا حلوين يا مقطقطين يا مبطبطين امي ياولاد امي ياولاد يشطروا كده مع الخالة النصر ياولاد وتنشاطوا كده ومساعدوني وزقوا الايام معايا يا حلوين تعالوا بقى النهاردة عندي شغل كتير 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 قوي قد الدنيا بص يا ستي بقى بص يا ستي بقى بص يا ستي بقى الشغل اللي انا هعمل اول حاجة انا عندي كاركاديه عاملاه كنت نقعاف مية وبعدين بصفيه كده وبحط تاني مية عشان ينزل اللون بتاعه تمام والكاركاديه يعني بصوا الناس عندنا في الشغل هنا يعني بيحبوا الحاجات ايه الحاجات الطبعية زي الكاركاديه زي اللمون زي العصير بقى عصير الفكهة الكلام ده ما بيحبوش بقى ايه امر الدين وامر الزمان وامر الحلاوة وامر الملاوة لا انا محبوش الكلام ده اه تمام ولا الخروب ولا الارقسوس ولا الطمر هندي بيحبوا اللي انا بعمل الحاجات اللي هم بيحبوها انا مش عامل حاجات ما بيحبواش كأن انا بغير طب انا بغير اه هغير وهرمي الحاجة يعني او انا هدلقها في معدتي لا طبعا بعمل الحاجة اللي الناس بتحبها تمام عشان ده شغل وبرده الانسان لازم ايه يعني اه يراعي الناس اللي هو بيشتغل معهم تمام يا حلوين يا مقاطقتين تمام فالنهار ده عامل شغل كتير كتير اول حاجة نضف البتاجاز ايه تاني يا ناصرة اه انا بحط ايه وانا ما انا فاكر اه كنت حط فراخ في البتاعة دي وبخسلها بحط عليها سكر وملح ودقيه ولمون وبسيبها منقوع شوية وبعد كده بشتوفها من الحاجات دي وبرجع تاني اخسلها بالطحينة تمام الطحينة ده يا جماعة موضوع رائع بيخلي الفراخ فلا ما فهاش اي زفارة تمام بس لاحظة وانت بتاخد ملأة الطحينة تتجنب الزيت اللي بيبقى على الطحينة تمام المهم اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي هاخد المطبئية دي المطبئية دي زي ما انتم شايفينها كده بيضة ولكن لو قعدت يومين ما تتغسلش تبص لها مزلقت من تحت فهمسكها بقى اخسلها وخليها فلا فلا منورة فلا مزهزها ايه تاني همسك كمان الباب بتاع المطبخة صبينه منبرق ومنجوه ايه ناصرة ده ايه ناصرة بتبوز الخشب لا ما ببوزوش اول حاجة خشب ده معالج تاني حاجة هو قريب من هو في ظهر الفرن بتاع البتجاز وفي نفس الوقت جنب الشفات فبصراحة بيشيل حب الدون حلوين يعني فبنصبينه كده كل فترة وبنضافه بفوتة نشفة وبمية بخل والخشب المعالج ما بيتقصرش ما بيتقصرش اوي لكن طبعا اللي بتقصر اللي هو حوالينه الحوض لانه باستمرار بتجي مية علي وده بيبقى غصبة عني يعني بحاول كتير اتجنب وانشف الحتة وانوافة لكن بتتبل غصبة عني المهم النهاردة اقول لكم في ناس قالولي يا ناصرة طبعا لما كنت كلمت قبل كده على الشغل وان انا بفكر اسيب الشغل وبتاع وفي ناس قالولي لا اخليك وفي ناس قالولي شو في شغل سهل وبتاع وفي ناس قالولي اكتر من حد يعني اعرفوا قاللي ايه قاللي دوري على شغل قبل ما تسيب الشغل ده تمام دوري وفي نفس الوقت يعني ايه ما تقوليش انا كناصرة انا على الفكرة مش ببقى حبة ان انا انا عايز اقول لكم يعني مهمة للكلام انا قلت المدام يا مدام انا ماشية انا ماشي او همشي او خلاص يعني شو فيلك حد او كده بقول لكم المهم فانا قلت لها مدام انا انا ضد ان انا اربط شغل برا يعني اسيب انا اسيب شغل واربط شغل برا ده انا ما بحبوش على فكرة دم اللي بيعمله ما فيوش نسبة زكاء خالص 1% ليه بقى هقول لكم ليه في ناس ينصحوني بكده عرفهم ان انت يا نصرة لا يعني انت امسكي شغل الاول برا وبعدين ابق سيبي او لما تيجي تسيبي ما تقوليش يعني يعني انا دلوقتي مثلا عايزة اسيب الشغل فمسلا يوم اجازتي مثلا عايزة بالمثال يوم اجازتي فانا عادي انا ماشي اجازة فهاجي بقى كده ومش هقول لها وكلمة في التليفون انا مدام مش جاية خلاص سبت الشغل وبي باي طبعا ده ما ينفعش اللي يعمل كده مش انسان صح اول هام لان ده ده بيت ودي ستة موظفة بتشتغل ودي عندها اطفال ما ينفعش ان انا اعمل فيها حاجة زي دي لانها هتتدايق مني ومش لانها تتدايق مني لانه هو حرام وعيب وما ينفعش ان انت تسيبي حدي كده فجأة بقى لك معه سبع سنين تسيبيه فجأة كده لازم هو زمان ترتبتي امورك لازم هو كمان يرتب اموره تمام فدي انا كأنا بنا قدمة سيبنا بقى من انا مش بقول لكم الموصل والاخلاق العالية انا بتكلم كبنا قدمة عادية خالص بنا قدمة عادية خالص بتتكلم ان ما ينفعش اللي انت ما تردوش لنفسك ما تردوش لغيرك تمام دي حاجة الحاجة التانية يعني انا ما ينفعش ان انا اكون مزبطة شغل وبعدين اسيب ده واروح لان وارد جدا الناس اللي انا روح لهم مرتحوش معاي وارد جدا ان انا مرتحش معاهم على فكرة ده عادة خالص في اي مكان سواء كانت وظيفة او عاملة او اي حاجة وارد انت بترتحش مع زمالك او زمالك مرتحوش معاك او ما يحبكيش فتضطرت بانت واحدة هبلة وعبيطة خسرت الشغل القديم وخسرت الشغل الجديد اللي انت رويحه تمام فأنا لازم اتكلم بصراحة يعني احدش لحاجة عند التاني عادي نتكلم بصراحة فأنا بصراحة عدت اتكلمت معاه وقلت لها يا مدام انا الوقتي مثلا بقالي فترة عبانة وباخد ادوية والادوية بصراحة مش جايبة حاجة وانا قلت لها مده مانسة اتكلم معاك يعني انا دلوقتي عشان ايه بقى انت برضو يعني ايه ما تبقاش ايه مشيت كده وتقولي ايه دي واحدة مش قصيلة دي واحدة مش جادعة دي ستة مش كويسة مثلا قالتلي ليه فيه وقلت لها الموضوع كذا كذا انا الوقتي بقالي فترة وباخد ادوية قلتلي طب وانت ليه ما قلتش كده قلت لها مدام انا قلت لحضرتك ان انا تعبانة وخدت ادوية لكن انا مش كل يوم هتيجي من الشغل اقولك انا ايدي ورجلي وقفاية وكلام ده مش هينفع اقولك الكلام ده انت برضو شايلة مسئولية ولادك وشغلك وظروفك واكيد انت ليكي ظروف يعني كل انسان فينا لظروف فبوس يا ستي انا قعدتك كلمة مع نفس قلت يا نصرة هو انت في ايه هو انت يا نصرة صغيرة شوفي لك يا نصرة ايه بيت كده ست وراجل كبار في السن يعني المكتب يشوف لي ست وراجل كبار في السن اروح املومش ويتأكل وروح واخصل الطبقين وغد الناس وامشي وانا يعني بلاش مثلا تيجي واحدة تقرفني في الشغل او انا ما اقدرش وابقى زعلانة وابقى بعمل الشغل وانا متقزمة او انا مش عارفة ايه لأ بوريكم هنا ان التلاجة للناس اللي مش عارفة تخسلي بالحتة النعمة التلاجة والبوتجاز تنظفوا يا جماعة بالحتة النعمة انا جاي يعني اعلمكم النظافة انا مش جاي اعلمكم النظافة انا جاي اقول لكم ان الحاجات دي حساسة لما بتنشف بتبان الرطوش دي بتبان الخربشة دي بتبان بتبان في الاستالس بتبان في البتجازات وبتبان في بتبان في البتجازات وبتبان في التلاجات والله لازم والواحد بيزعل على الحاجة انا من الناس مش عايز اقول لكم ان انا يعني طاقية و24 ساعة بصلي والله ما عايز اوصل الكلام ده انا عايز اقول ان العين بتحب تشوف كل حاجة جميلة العين بتحب تشوف كل حاجة جميلة يعني الحاجة غالية والحاجة دي يعني ربنا يا حاسبنا عليها ان احنا نحط في دماغنا او نحط جوانا ان احنا ممكن نبوزها يعني يعني حتة ان انت تحط ببالك انت تبوز حاجة دي يعني حاجة وحشة قوي فطول ما انا في المطبخ ده ببقى احب اشوف الحاجة حلوة سواء عندي او عندي غيري غيري برضو تعب بالفلوس وشيء بالفلوس وبردو الناس دي ما جابتش البيت ده الا بالصعب يعني انا احنا قعدنا في سنتين تلاتة في حتة وهم كانوا قبل ما تعامل معهم وقبل ما اروح لهم كانوا البيت ده بيوضبوا فيه وبيعملوا فيه يعني ما اتكوش على جرس لقوا نفسهم في البيت ده فكل انسان يا جماعة بيشقى وبيتعب لحد ربنا سبحانه وتعالى ما بيكرموا تمام فحرام ان احنا الحاجة نبوزها تمام فانا فانا عدت مع الست وقلت لها ايه مدام اللهم صلو وسلم عليك سيدنا النبي انا دلوقتي بمنتغى الصراحة انا خاف من ايه انا بتكلمك او انا بتكلم معاك عادي مش انت صاحبة شغل ولا انا بشتغل عندك ولا حاجة انا قلت النفس قلت النفس ليه يا نصرة انت عايزة ايه انت عندك متعيل انت يا نصرة تشتغل في مكان يكون فيه ست وراجل كبار تروح تعملولهم شوية اكل وتروحك لا تقول العيل بس يا ابني ولا ابني قد بالك ولا ابني زاكر ولا ابني اعمل ولا تيجي واحدة بتشتغل تناكف فيك انت قلت انت عدت وراح دماغي فراحة هي قالتلي لأ انت قلتلي ان انت تعبانة وروحت لدكتور وجبت ادوية وخلاص ما تكلمتش بعد كده فانا حطيت في بالي يا نصرة ان انت خلاص بقيت كويسة لانك ما تكلمتش لا لازم تعود معايا وناخد وندي وتتكلم معايا وتقولي لي ايه وكل حاجة زي ما نتكلم في اي حاجة قالتلي مثلا لو في حاجة قدامها شهر ولا شهرين مثلا بقولك مثلا رح نلحة الفلانية هنغيب كم يوم بقولك بقولك يا نصرة الاسبوع اللي بعد جاء زمين فلان بقولك فلازم نقعد ونتكلم في اي حاجة يا نصرة وناخد وندي مع بعض زي زمان ونتكلم فانت تقولي اه وانا يعني بعزك قلتلي والله العظيم يا مدام وانا ربنا اللي اعلم انا بعزك ودي عشرة وانا جيت والعيال صغيرين العيال ما شاء الله برضو ايه عشرة وبنسبالي انا بحبهم زي احفادي وده كلام حقيق قالتلي لاي ستها هلأي ميت حل وحل انتي ما بتحبيش حد يا نصرة يجي يساعدك وقلتلي يا مدام لان كل اللي بييجي بيبقى شغله مش قدي كده وبصراحة الواحد بيصعب عليها حاجة تبوز انا ما بحب يشوف حاجة بايزة يا جماعة ده طبع في يا جماعة اه فيه واحدة كده بتخشه للي حوارات لا مش حوارات ده واقع وحقيقة بتاعت حوارات لايه هو الكلام اللي انا بقوله ده والله العظيم كل كلمة بقولها ده حقيقة وربنا اللي يعلم بكلامي فانتوا صحابي وانا بحبكم وباخد ودي معاكم وانتوا برضو بشور عليكم وبتشوروا علي فدي يعني انتوا صحاب واهلي انتوا اهلي اللي باعد اتكلم معاكم وانا بحبكم وبحب قراءكم بحب تقولولي اعملي كذا وما تعمليش كذا بحس ان انتوا اهلي 99% منكم اهلي وبحبكم الباقي واحدة او اتنين مايمثلوش اي حاجة بالنسبالي لو كلامهم مش بيعجبني فلا يعنيني كلامهم اساسا يعني لكن انتوا فعلا بتقفوا جنبي وبتوجهوني فاقولولي انا كلامي صح وقال لي كلامي غلط فراحت الستة مشكورة قالتلي لا احنا نشوف حد قلتلي طب ولو فرضي يا مدام لحد ده جواحش قالتلي عادي ايه المشكلة يمشي ويجي غيره لحد يجي وحش يمشي ويجي غيره اليما ما قامتش ممكن احنا برضو يا نصر نساعدك في البيت ممكن قلتلي يا نصر انا عمري في حياتي ما قلتلك اعملي كذا وده حقيق والله العظيمة عمرها ما قلتلي شيلي او حتي او عملي طب هي ليه عمرها ما قلتلي لان انا بعمل انا يا جماعة كستة كبيرة او مش كبيرة مية سنة يعني او كفاهمة شغلة ايه المطلوب مني هعمله اصلا انا مش هينفى حد يقول لي اعملي ده وشيلي ده وحتي ده عيبة في حقي عيبة في حقي لان انا خلص يعني فاهمة فاهمة ما قلتلي يا صراحة تقول لي اشتغل على قدك بس انا كوحدة ازاي اشتغل على قد ما انا مثلا لو في يعني ايه على قد ما انا مش عارفة لو لقيت حاجة مش نضفة هعملها فعلى قد ازاي ده على قد دي ما تمشيش خالص فايا صراحة عمرها ما قلتلي اعملي كذا وعملي كذا بس صراحة يا ست جدع وقالتلي خلاص انا يا نصرة هنشوف حد ولو الحد طالها مش كويس يمشي ويجي غير وما فيش اي مشاكل يعني في المشاكل بتتحل بكل سهولة ما فيش اي حاجة وصراحة ربنا يبركلا في عيالها وفي صحتها وفي كل حاجة ويدوم علي وعليكم النعمة ويستركم ويسترنا ويستر جميع المسلمين على وجه الارض قلولي ايه رأيوكم فيه الكلام ده مستنية ردكم